يا نساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم تحياتي طبعا لكل الأهلواء اللي بيتابعونا ولا حديث يعلو فوق صوت كاس العالم العالم كله النهاردة ومبارح وبكرة كمان عايش كاس عالم تصفيات في مراحلها الأخيرة بالنسبة لقارة أفريقيا تقدر تقول كده إنه معالم الخريطة تقريبا بانت بالنسبة للعشرة اللي هيوصلوا للمرحلة الأخيرة وأنها عندنا ست منتخبات تأهلوا بالفع أولهم طبعا منتخب مصر اللي ضمن صدارة مجموعته حتى قبل مواجهة الجابون بكرة وهنتكلم على مطش الجابون لأنه مباراة يمكن كتير يعتبرها تحصيل حاصل لكن الحقيقة أنا بشوفهم مباراة في منتغل أهمية الأسباب كتير وده هتكلم فيه مع حضراتكم طيب مع مصر مين ضمن التأهل عندنا طبعا من القوة العزمة السنغال ضمن التأهل المغرب ضمن التأهل والاثنين من منتخبات التصنيف الأول حتى اللحظة وصعب جدا يدخلوا تصنيف تاني عندنا كمان مع السنغال ومع المغرب عندنا غانا اللي كسبت طبعا بضربة أو تأهلت نتيجة فوزها بنتيجة 1-0 ضرب الجزاء مشكوك فيها وفي صحتها وعلق عليها حتى يمكن ميستر موسيماني وتم الطعن عليها بشكل رسمي من اتحاد جنوب أفريقيا يبقى عندنا غانا عندنا مصر عندنا المغرب عندنا السنغال ومعاهم مالي الحقيقة منتخب لتقدر تقول عليه الحسن الأسود في مرحلة المجموعات وعندنا كمان معاهم الكنغو الديمقراطية اللي بيدربها هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر طيب الأربع الفضلين مين؟ الأربع الفضلين منهم تلاتة من الكبار منهم نيجيريا منهم الجزائر منهم تونس ودول هتتحسم صدارة المجموعة بشكل نهائي بكرة على حسب نتائج المباراة مين بينافس تونس على التأهل؟ بينافس تونس غينيا الإسوائي غينيا الإسوائي عندها مطش بكرة على ملعبها وتونس عندها مطش بكرة برضو على ملعبها في مواجهة زامبيا تونس كذبت تصدارة المجموعة أي نتيجة غير مكسب تونس وفوز غينيا الإسوائية تبقى تونس في مفاجأة من العرض تقيل خارج المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم طيب الجزائر معها مين؟ الجزائر معها بوركيرا فاسو والأتنين هلعبوا في مواجهة بعض مباراة مصرية ولكنها على أرض الجزائر طبعا فرصة الجزائر أقرب كتير جدا لصدارة المجموعة عندنا كمان نيجيريا بتنافس مين الرأس الأخضر بص خدوا بالكم الأسماء عشان تعرفوا أن الكرة مبقاش فيها كبير يعني الجزائر اللي كله بيقول أنها في السنوات الأخيرة ممكن تكون المنتخب الأفضل على مستوى القرى وها صاحبة آخر لقب قري بتنافس مين؟ بوركيرا فاسو تونس غينيا الإسوائية نيجيريا رأس الأخضر فوقدين بالكم من التفاوت وعندنا المجموعة الرابعة والأخيرة فرقتين من المستوى التاني لكن هم الحقيقة بصرف النظر عن عملية التصنيف والأرخام أنا بشوفهم قواتين عظمتين في القرى الأفريقية ومهما تراجعوا يفضلوا دايما زي منتخب مصر كده ليهم تقولهم وليهم وزنهم كود ديفوار والكاميرون بيتنفسوا على صدارة المجموعة الأخيرة والفرق بينهم نقطة وحيدة وهيلعبوا المباراة الفصلة في مواجهة بعض كاميرون وكود ديفوار كود ديفوار تحتاج لتعادل أو فوز كاميرون تحتاج للفوز والمباراة تقام على ملعب الكاميرون وبالتالي نتيجة ممكن تكون هاي المباراة الأصعب والأقوى بكرة في التصفيرات خليني أقول لحضراتكم في مقدمة الحلقة النهاردة وقبل ما أمطرح عليكم سؤال الحلقة سؤال مهم جدا جدا وأنا كنت اتكلمت مع حضراتكم في السادسة على المعاد المعلن من قبل اتحاد الأفريقي فيما يتعلق بأرعة المرحلة الأخيرة القرعة اللي هيتحدد على أساسها الخمس مواجهات المصرية واللي هيتحدد على أساسها الخمس منتخبات الأفارقة اللي هشاركوا في كاس العالم وتم إعلانها أنها هتم على هامش نهائي بطولة كاس العرب اللي بتتم برعاية الفيفا يوم 18 ديسمبر وأنا الحقيقة أعتقد يعني إذا كان ممكن نوجه الكلام للقائمين على الكرة في مصر والاتحاد الكرة على واجه الخصوص يعني ولكل المسؤولين اللي ممكن يكون ليهم علاقات أو اتصالات دولية مع فيفا مع اتحاد أفريقي أو اتحاد أفريقي في المقام الأول ومن بعد كده الفيفا لأنه فيه سؤال مهم جدا ليه على أهمش بطولة كاس العرب يعني لماذا تحدد القرعة اللي هتحدد الخمسة المتأهدين عن قرية أفريقي في بطولة كاس العالم بعد بطولة كاس العرب طب ما هو من الأولى وأعتقد أنه الاتحاد الأفريقي هو الأكثر حرصا على أنه أفضل خمس منتخبات في أفريقيا هم اللي يمثلوا قرية أفريقيا زمان كانت حصت أفريقيا من الفرقة المشاركة في كاس العالم فرقتين بس يعني مصر لما شاركت في كاس العالم 90 كان اللي بيمثل أفريقيا في كاس العالم في الوقت ده مصر والكاميرون ونتيجة العروض الكويسة اللي قدمتها منتخبات أفريقيا في كاس العالم تم زيادة عدد الفرقة وبالتالي مفترض إذا كنا يعني عندنا رغبة في أنه صمعة الكورة الأفريقية وحسة الكورة الأفريقية فيما هو قادم تزداد يبقى عندنا حرصة أنه الأقدر والأكفأ والأقوى هو اللي يمثل القار والسؤال المنطقي هنا ليه ما تتعاملش القرعة دي بعد أو على هامش بطولة كاس أمم أفريقيا اللي هتقام في بداية 2022 يعني الأوقع والأكتر منطقية أن البطولة دي تتعامل أو القرعة دي تتعامل بعد ما يكون فيه تقييم حقيقي وفرصة حقيقية أن احنا نشوف عمالقة أفريقيا بتنافسه على بطولة أفريقيا أو اللقب القري وبالتالي بعدها يتحدد التصنيف الحقيقي والتصنيف الأكتر وقعية ومنطقية وعلى أساسه تتعامل القرعة أعتقد إذا دفعت مصر في الاتجاه ده شاحنا كنا شغالين بالنا بموضوع التصنيف وموضوع فرق النقاط بيننا وبين نيجيريا ويا رب ممكن نيجيريا تتعطل في اللجاية أو تونس تتعطل في اللجاية أو الجزائر فنطلع إحنا تصنيف أول فيكون من حظنا إن إحنا نقابل فرقة من فرقة التصنيف تالي لكن في النهاية زي ما اتفقنا المبدأ والقعدة وعندنا وقت إنه اللي عايز يلعب في كاس العالم مع الكبار يكون جاهز لمواجهة أي منتخب لكن أنا بيتهيالي إنه الأمر المنطقي أكتر والواقع أكتر مش بس عشان مصلحة مصر لكن عشان مصلحة الكرة الأفريقية إنه القرعة تتعامل على هامش بطولة كاس الأمم الأفريقية ويكون عند الاتحاد الأفريقي فرصة إنه يدي كبار أفريقيا بجد الفرصة إنه هم يمثلوا القارة في بطولة كاس العالم نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة أو نقول لحضراتكم سؤال حلقتنا النهاردة والسؤال طبعا مرتبط بلقاء بكرة اللقاء المهم توقع نتيجة مباراة مصر والجابون ومين من وجهة نظرك هيحرز أهداف المنتخب المصري ده إذا أحرصنا أهدف خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد ونخص في تفاصيل حلقة السادسة طيب النهاردة طبعا كان المنتخب اختتم تدريباته استعدادا لمباراة بكرة مطش الجابون وزي ما قلت لحضراتكم كتير من الناس شايفها المباراة تحصيل حاصل لكن أنا شايفها الحقيقة فرصة فرصة للكل فرصة للجهاز الفني وفرصة للعبين ليه بقول كده؟ لأنه المباراة على أرضنا على ملعبنا دي نقطة فصل إحنا المباراة من ناحية المشوار أو الأرقام أو حسب النقاط غير مؤثرة على الإطلاق أنت خلاص ضمانت مركز أول بصرف النظر عن النتيجة بتلعب خصم يعني ما هوش في نفس مستواك أو في نفس قوتك وبالتالي مفترض أن بكرة تكون فرصة قدام الجهاز الفني عليه أن هو يستغلها طبعا أنه يعيد حساباته ويعيد ترتيب أوراقه ويدي فرصة ل أنت على كده أو كده في عدد كبير جدا من لعيبة واحتمال وارد جدا مش ترعب بكرة في لعيبة مؤكد خلاص برا الحسابات يعني أبرزهم طبعا عبدالله السعيد خلاص تأكد إصابته وخرج برا المعسكر أكرم توفيق مش هيلعب عشان إنذارين أبو الفتوح لسه في كلام يعني النهاردة كان مفترض أنه هيخضع لكاشف بس أعتقد أنه برضو هيكون بعيدة عن الحسابات حتى لو جاهز أعتقد أنه هيرايحه ما أعتقدش أنه يغامر به وأعتقد أنه نادي زمالك قاطب أورادي المنتخب عشان أحمد فتوح يريح صلاحه أنني فيه احتمالات كبيرة جدا لعدم المشاركة لكن في النهاية عايز أقول أنه هاخد بكرة الجهاز الفني يدي له بكرة عنده فرصة يعبر عن إمكانياته وبتهيأة لأنه الجهاز الفني كمان محتاج يجرب ويتفرج أكتر أنا هنا لأي رسالة الحقيقة للجهاز المعاون اللي هي رسالة لكابتن دية والكابتن محمد شوقي اللي محتاجين أكتر يتكلموا مع الرجل يعني رجل كامل الاحترام والتقدير احنا منتكلم على اسم كبير مفيش نخاش كارلس كيروش واحد من المدير الفنيين المحترمين جدا واللي كل الناس تفقلت الحقيقة لما تولى مسؤولية المنتخب المصري وعنده سيفي يقول أنه واحد من المدربين على رتقيل ولكن عشان عوامل كتيرة جدا أنا بتهالي ندور الجهاز المعاون كابتن دية السيد وكابتن محمد شوقي معه الرجل لازم يبقى أكبر منك لازم يبقى أوضح منك تصريحاته مبارح لما كان بيكلم على الاختيارات وابا إلى آخره من الواضح أنه عايز يكون صاحب الكلمة الأولى ده حقه مدام هو هتحمل مسؤولية من حقه يكون عنده حرية القرار والاختيار لكن في النهاية لازم الجهاز الفني يعني الجهاز المعاون ليه يقريه لازم الجهاز المعاون اللي ما كانش هو شايفه أو اللي ما كانش هو عارفه يقوله له يعني كلامه على أنه ما شافش محمد مجدي أفشة في دور صنع العلعاب عشان ميسر المسلماني بيلعبه أكتر كلاعب يميل أكتر أنه يشارك كجناح أعتقد أنه كان على الجهاز الفائل المعاون أنه يقري كيروش أنه لا مجدي أفشة مركزه الأساسي والحقيقي صنع العلعاب وواحد من أفضل أنا مش هقول أفضل عشان إحنا على شاشة الأهلي لكن محدش في مصر النهاردة أين كان انتماء ويقدر ينكر أنه محمد مجدي أفشة واحد من أفضل صنع اللعب في مصر دي حقيقة ما فيهاش انتماءات احنا نتكلم على مصلحة المنتخب زي بالظبط ما بقول أنه أحمد سيد زيزو وزي ما بالظبط ما بقول على أنه رمضان صبحي وزي ما بالظبط ما بقول على أنه مصطفى فتحي كلها عناصر حتى لو مش هتشارك وحتى لو هي إلى حد ما مستويها متراجع تستاهل أنها تكون موجودة في معسكر المنتخب لأنك أنت محتاج تشتغل معاها وتشتغل عليها عشان اللي جاي لأنه اللي جاي هتحتاج العناصر دي كلعيبة أساسية فبالتالي لازم تدي مساحة للعيبة دي أنها تشارك لازم تدي مساحة للعيبة دي أنك تجربها في مطشاط زي مطش الجابون بدل ما نروح نجيب ناس إحنا ما بنسمعش يعني جمهور الكرة في مصر ما نسمعش عنهم آه عينك لها كل التأدير والاحترام واختيارك أنت المسؤول عنه وكل شيء يعني فوق راسنا وعناصر مبشرة ما عندناش اعتراق لكن في النهاية في عناصر كمان هتراهن عليها وإحنا كجمهور بنراهن عليها بشكل أساسي وما اعتقدش أنه وقت الجد وقت لما تيجي تلعب مع الكبار هتقدر تستغن عن أي عنصر من العناصر دي عندك ترزيجي ناجع عندك رمضان صبحي عندك أحمد سيد زيزو عندك أحمد عبدالقادر إحنا ليه مشوفناش أحمد عبدالقادر يعني ليه أحمد عبدالقادر ما تراهنش عليه ما احنا شوفنا أسماء محدش في الجمهور الكرة في مصر سمع عنها ليه ما تاخدش ولد زي عبدالقادر في منتخب مصر ليه ما تاخدش ولد زي أحمد حمدي في منتخب مصر وارد جدا دول عبال ما لما نيجي يعني لما يجي وقت مواجهة بقى القرعة ومواجهة مارس وارد جدا تكون أوراق ربحة وارد جدا جدا لعامل كتيرة أسماء كانت موجودة في تصفيات دلوقتي على ما نوصل لغاية كاس العالم في آخر عشرية واثنين وعشرين ما تكونش قادرة تدي أو لقدر الله لقدر الله تكون ظروفها ما تسمح لهاش بالمشاركة غياب إصابة وواء إلى آخره وبالتالي أنت محتاج الناس دي تاخد معاك المشوار تعرف وتقرأ فكرة كل ضيوفنا اللي جوم هنا واتكلموا على المديرين الفنيين في المنتخبات أجمعوا على أنه مدير المنتخب أو الهيد كوتش المنتخب ما بيشتغلش بدني وما بيشتغلش فني بيشتغل تاكتك عايز لعيب جاهل وجاهز يحفظ وينفذ ويطبق طريقة شغله وطريقة لعبه فعلمات استفهام كتيرة خصوصا طبعا إحنا سمعنا على انضمام لعب سموحة طبعا محمد متولي كناريا ده طبعا انضم بعد ما تأكد غياب عبدالله السعيد عن مباراة سموحة ومن الورد جدا إحنا بقى يعني أعتقد منطقي أن إحنا نشوف أفشا في الملعب ولا إيه يعني بتهيالي أنه منتخب مصر وميستر كيروش محتاج يجرب ويتفرج على محمد مجدي أفشا مع المنتخب عشان يقدر يقيمه لأنه المطشين الأولانيين مع ليبيا تم استبعاده أساسا لم يتم اختياره والمطش التالت بقى بتاع انجولة لم يشارك فيه محمد مجدي أفشا على الرغم من أنه مش هقول عبدالله سعيد ما كانش في فورميته أو ما كانش موجود على أقل في الشوط الأولاني مع المنتخب لكن حتى كمان الجهد بتاع عبدالله ما إدارش الديك تسعين دي فكان منطقي أنك إنت أو أني إحنا نشوف أفشا أنا مش بفرض على الرجل أسماء ومش بفرض اختيارات في النهاية هو رجل المسؤول وهو اللي هيتحمل نتيجة اختياراته لكن في النهاية أنا بس بوجه رسالة للناس اللي عايشة معنا الجهاز الفني المعاون كابتن دي السيد كابتن محمد شاوي يعتقد أن هم محتاجين أكتر يتكلموا مع الرجل ويقربوا يقربوا له الصورة بشكل أوضح أحمد فتحي ممكن كمان يرجع في مطش بكرة كأساسي طبعا أكرم توفيع اللي تقلق فيه مطش أنجولا الأخراني وسجل هدف التعادل للمنتخب هيغيب عشان انظارين فيمكن الفرصة تكون متاحة قدام أحمد فتحي عشان يبتدي المباراة بكرة أساسي إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم أسماء كتيرة ممكن تظهر بكرة خصوصا في ظل أنه المنتخب ممكن يغير بشكل كبير في خمسين أو ستين في المية من قوام المنتخب فأعتقد أنه بكرة هتكون فرصة أمام عدد كبير من اللعيبة أنها تدخل التشكيلة نتمنى أنه نشوف كورة حلوة نتمنى أنه المنتخب قبل ما يتوقف نشاط المنتخب لفترة أو يتم تجميده لفترة ونرجع مرة تانية للدورة أنه المنتخب يدينا انطباع ويسيب عندنا صورة زهنية كيف تطمننا إن شاء الله قبل ما نروح لمرحلتين في منتهى الأهمية كاس عرب وبعدها بطولة أمم أفريقيا وكل ده يمكن في إطار الاستعداد للهدف الأساسي وهو طبعا تخطي المرحلة الأخيرة من التصفيات الموجهات المباشرة مع واحد من تسعة الكبار في أفريقيا وبعد كده إن شاء الله الهدف الأساسي هو الوصول لكاس العالم وتقديم كرة طليق بالكرة المصرية والتاريخة المشرف وإمكانيات لعبيها وإمكانيات أيضا جهازها الفني فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في أساسي مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم يعني طبعا المتابع عرف أن اليومين دول يومين كاس العالم على مستوى الكرة الأرضية كلها وأوروبا كمان التصفيات على أشدها يعني زي ما أنتم عارفين مبارح طبعا كان تأهل عدد كبير من المنتخبات بينهم فرنسا إسبانيا النهاردة احتمال كبير جدا إنجلترا الأغلب يعني هتلعب سان مارينو في مباراة يعني محتاجة منها أعتقد نقطة واحدة بورتغال برة أو يعني في انتظار الملحق لأنه مبارح خسرت قدام سربيا النهاردة سويسرا بتلعب بلغاريا إيطاليا بتلعب أيرلندا الشمالية ومناسبة سويسرا هيكون معنا واحد من نجوم الكرة السويسرية والحقيقة كان ليه طبعا مشوار كبير جدا مع الريدز مع ليفر بول ولعب كمان لسلتك ستيفان هانشو هو ضيفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس طبعا بداية خلوني أرحب ليه واشكره على وجوده معنا على شاشة النادي الأهلي شكرا جزيلا لكم بداية خليني أتكلمك عن المباراة المنتظرة النهاردة طبعا سويسرا النهاردة هتلعب في المباراة مهمة جدا ممكن تحقع من خلالها حلم التأهل لكاس العالم ازاي بتشوف مواجهة سويسرا قدام بلغاريا وخصوصا طبعا أنه اللقاء ده مرتبط بنتيجة مباراة إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية أعتقد أن سويسرا لديها فرصة عظيمة للصعود والتأهل لكاس العالم مقارنة بالوضع الحالي أننا سنفوز وأنا متأكد من هذا وبالنسبة لإيطاليا الأمر صعب على إيطاليا أن تفوز على أيرلندا فأعتقد أنها فرصة طيبة لسويسرا لتتأهل لكاس العالم يجب أن يؤدوا أفضل ما لديهم ويجب أن يقوموا بما عليهم وأن لا ينتظروا الفرص الأخرى من الآخرين يجب أن تؤدي أولا واجبك حتى لو لم توفق ولكن لا تنتظر مباراة الآخرين يجب أن تؤدي ما عليك أعتقد أن منتخبنا سيتأهل وننتظر ونرى مباراة إيطاليا وإيرلندا بمناسبة كلامنا على الكرة السويسرية أنا الحقيقة حابب جدا أسألك أعرف منك سر تطور الكرة السويسرية على مستوى المنتخبات في السنوات الأخيرة أعتقد أن كرة القدم السويسرية تتورد بشكل ملحوظ على الرغم من عدم امتلاكها لأندية قوية على مستوى القرار الأوروبية أو حتى على مستوى الدوريات برضو يعني الدول السويسري ما يعتبرش من الدوريات القوية على مستوى قرار الأوروبا إيه سبب أو إيه سر في تطور الكرة السويسرية من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الكرة السويسرية تتطور وتتقدم لأننا نسير بخطأ فابتة مع اللاعبين الشباب أعتقد أن الأندية تتحسن الدوري بالفعل ليس مصنفا كالأخوة عالميا كما قلت ولكن لدينا دوري جيد نوعا ما وأعتقد أن الفريق القومي يتحسن شيئا فشيئا لأنك تستدعي لعبين شباء وتحسن من أدائهم تعتمد على هذه القاعدة بأن تشركهم مع أندية أكبر وأعتقد أن اللاعبين الصغر إذا لعبوا تحت ضغط تحت ضغط نوعا ما فسيتحسن أدائهم وسيتطور شخصياتهم في الملعب فبالتالي أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للفريق السويسرية الآن هو تحسن أداء اللاعبين منذ 15 عاما لم يكن لدينا هذا الفريق ولم يكن لدينا هذا الأداء بهذا التحسن أنت كنت مرشح لقيادة أو لتولي مسؤولية المدير الفني المنتخب السويسرا نعم كنت كذلك ده سؤال أو يعني ده خليني أسألك الحقيقة يمكن على مستوى البطولات القرية على مستوى الكوبا أمريكا على مستوى اليورو وحتى على مستوى بطولة أفريقيا وعلى فترات ممكن منتخب ما يكونش مصنف يقدر يحقق المفجأ أو يحقق لقب البطولة تتوقع ده ممكن يحصل قريب في بطولة بحجم بطولة كاس العالم ومين المنتخب اللي ممكن يكون مفجأة أو حصان أسود في النسخة اللي جاي من كاس العالم من وجهة نظرك الأمر صعب جدا في الحقيقة وأعتقد أن الفرق التي ليست مؤهلة لن تحقق مفاجأة في كاس العالم ربما يحقق المفاجأة في الصعود كأنهم يلعبون دور ملحق ولكن الأمر فقط مجرد الصعود ولن يحقق المفاجأة المرجوة ولكن أعتقد أن الفرق التي أعتقد أنها ستحقق مفاجأة نوعا ما كما قلت في قطر وكما قلت الأمر صعب ولكن أعتقد أنه ربما أعتقد سكوتلند ممكن أن تصعد وتكون منتخبا قويا في البطولة وأعتقد أنها ستحقق مفاجأة بالنسبة لي قبل ما سيب سويسرا سويسرا بالنسبة لنا مرتبطة أو أندية سويسرية على وجه التحديد وأتذكر منها طبعا نادي نيو شاتل وأنت بتكلمنا أعتقد أنت متواجد في مدينة نيو شاتل وكمان بازل السويسري كانوا يعني بداية انطلاقة المشوار عدد من اللاعبين المحترفين المصريين بفتكر منهم هاني رمزي والأعتقد كمان أنك أنت تعرفه بشكل شخصي وكمان محمد النيني ومحمد صلاح إزاي شفت بداية اللاعبين المصريين المحترفين في الدولة السويسري أنا بالفعل أنا بالفعل لعبت مع هاني رمزي وشاركت نفس الفريق شاركت لمدة موسمين في نيو شاتل إكسماكس ولعبت أيضا مع حسام وإبراهيم حسن مع نيو شاتل وأيضا رأيت محمد صلاح والنيني مع بازل بالفعل أعتقد أن الأمر كان مختلفا بالنسبة لكل اللاعبين الأمر مختلف بالنسبة لهاني رمزي عما كان مع محمد صلاح ولكن كلهم لاعبين عالميين من الطراز الفريد فمحمد النيني كذلك لعب كبير فأعتقد أن اللاعبين المصريين يعني يستحقوا أن يتواجدوا في أوروبا وأن هذه خطوة جيدة لهم أن يتواجدوا أولا في أوروبا عن طريق دوري كدوري السويسري دوري ليس الأكبر ولكن لا يوجد نفس الضغوط الموجودة في الدوريات الكبرى هم أدوا بشكل جيد وإذا أديت كما أدوا فستستطيع أن تنتقل لدوري أكبر ويعود هذا بالنفع والفائدة على الكرة المصرية وعلى اللاعبين الصغر المصريين أن ينتقلوا أيضا إلى دوريات أوروبية خليني أتنال معك لليفر بول بما أنه كلام جابنا عن صلاح وأنت كنت واحد من نجوم خط دفاع ليفر بول خليني أسألك بداية عن تقييمك للأداء اللي بيقدمه ليفر بول تحت قيادة الألماني يورجين كلوب السندي وتوقعاتك لفرصه في المنافسة على لقب البريمير ليج ولقب الشامبينز ليج أعتقد أن ليفر بول الآن يؤدي بشكل جيد جدا فريق ليفر بول لا يؤدي كما أدى العام الماضي ولكن هو الآن مستوى كبير أيضا فأعتقد أنه سيستطيع المنافسة على الدوري الأبطال ويستطيع المنافسة على الدوري الإنجليزي أعتقد أن الموسم الأخير منذ رأس السنة فليفر بول كان يؤدي بشكل كبير بشكل جيد يوجد لاعبين بالفعل لم يؤدوا كما كان الحال في العام الماضي ولكن أعتقد رغم أنهم لم يصلوا لذروة مستوهم ولكن مع كاملية الفريق الفريق سيستطيع أن ينافس بكل ثقة إذا عاد اللاعبون الأساسيون للمشاركة مرة أخرى مع يورجين كلوب فأستطيع أن أقول أن بالمشاركة ما يؤديه محمد صلاح فأعتقد أنه بنسبة كبيرة سيستطيع أن يتواجه بالبطلات لأن محمد صلاحة الآن هو واحد من أكبر اللاعبين وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم هو اللاعب الوحيد في العالم الذي تستطيع أن نقول أنه 100% يستطيع أن ينافس على البالوندور فأعتقد أن ليفربول الآن فريق قوي جدا طيب أنا كان واحد من أسئلتي إيه اللي محتاجه محمد صلاح عشان يفوز أو يحقق لقب دبست أو لقب البالوندور فخليني أسمع رأيك أنت شايف أنه صلاح النهاردة يستطيع أن يحقق هذا اللقب هل بتتوقع أن يكون فيه عوامل مش مرتبطة بالملعب أو بأداء اللاعب أو بقدراته أو بمهاراته ممكن تكون عوامل حسمة في تحديد وجهة اللقب ده أو الجائزة دي أعتقد أنه كما قلت من قبل محمد صلاح هو من أكبر ثلاث لاعبين في العالم وهو اللعبة التي يستحق الفوز بالبالوندور طبعا بجانب رونالدو وبجانب نيسي لكن أعتقد حاليا لأكون صادقا سنركز إذا ركزنا على اللعبة المتكاملة الآن سنتكلم عن محمد صلاح من حيث الأداء عادة واحد يفوز بالبالوندور واحد فقط وهذا يرتبط بعدة عوامل الأداء وأداءه مع ندي وأداءه مع منتخب القومي فبالتالي فبالتالي محمد صلاح وكذلك ميسي في الكوبة الأمريكا هو أداء أداء جيدا وهذا ما يفرق لاعب عن آخر هو الأداء بالفعل على أرض الملعب وخصوصا مع الفريق القومي كما فعل محمد صلاح وميسي خليمي أستغل فرصة أنك أنت تبعت محمد صلاح من بداياته يعني كل مراحل احتراف محمد صلاح يمكن أنت تبعتها من أول بداياته في بازل السويسري مروراً يمكن أنا مش هحسب تجربة شلسي قوي لكن خلينا نقول تجربة احترافه في الكالتشو الإيطالي سواء مع فيورنتينا أو مع إي أس روما واللي تقلق فيها بشكل كبير جداً وبعد كده حالة التواهج الكبيرة جداً اللي حصلت مع ليفر بول كلام كتير جداً عن مستقبل محمد صلاح في ظل اهتمام عدد كبير من الأندية بالنجم المصري زي برشلونة زي اللي بقى فيه كلام كتير جداً عن اهتمام تشابي هرناندازي الموديل الفني الجديد لبارسة بضم محمد صلاح كلام قبله عن اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح من وجهة نظرك هل الأفضل لصلاح أنه يستمر في مشواره مع ليفر بول بعد النجاحات الكبيرة لحقاها أم من الممكن أنه يواصل تعلقه حتى مع نادي جديد أعتقد أنه إذا كان لديك دعم وتأييد من النادي الذي تتواجد فيه وإذا كنت مرتاحاً مع ناديك الحالي فلماذا تنتقل لماذا تضر الانتقال أنت تؤدي الآن بشكل جيد مع ليفر بول وأعتقد أن الأمور المادية مستقرة نوعاً ما عكس برشلونة رغم أنه نادي كبير في العالم وريال مدريد كذلك ولكن هذه الخطوة لم تكون جيدة من وجهة نظري أعتقد أن البقاء في ليفر بول وأعتقد قبل أن تفكر في الانتقال من ليفر بول يجب أن يرى الموقف بأكمله ويرى وضعه الحالي في ليفر بول هو يؤدي بشكل جيد وينافس على أكبر الألقاب يستطيع أن يفوز بدور الأبطال يستطيع أن يفوز بالدور الإنجليزي يستطيع أن يحرز لقب هداف الدور الإنجليزي فبالتالي لا أرى أي مبارر للانتقال لأي نادي آخر عدى البقاء في ليفر بول فأعتقد إذا بقي في ليفر بول سيكون هو أكبر لعب في تاريخ ليفر بول يتقادراتباً وهو سيكون أهم لعب في تاريخ ليفر بول بالفعل فبالتالي لما التصرع ولما يجب عليك أن تنتقل النادي يستطيع أن يرتقي بك وتستطيع مع النادي أن تنافس على أكبر البطولات فبالتالي تواجد محمد صلاح مع ليفر بول أمر هام جداً سيفان هانشو نجم طبعاً الكرة السويسرية ونجم ليفر بول ورادز بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي وكل التوفيق لمنتخب سويسر النهاردة في مشوار أو في محطته الأخيرة للحفاظ على فرصته في التأهل لكاس العالم بعد الفصل هيكون معنا واحد من نجوم كاس العالم ويبقى الحقيقة مهما كان عدد الألقاب ومهما كان انتمائك لنادي وعدد الألقاب والبطولات لحقتها ما يبقى أعتقد يعني حلم اللعبة في كاس العالم هو الحلم الأكبر والأهم لأي لاعب في كل مشواره الكرة والدليل على كده أن احنا ما زلنا لغاية النهاردة بنتذكر وبنحترم جيل 90 اللي الحقيقة إنجاز مهم جداً واحد من أهم إنجازات الكرة المصرية وفتح الطريق أمام اللعبين المصريين لاحتراف هيكون معنا واحد من نجوم 90 أو جيل 90 طبعاً واحد من نجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن قسام عربي ضيف علينا في أستدسة بس بعد الفصل أسئلة كتيرة جداً بالدور في أزهان جماهير الكرة المصرية مش مرتبطة بشكل مباشر بمطش بكرة مطش الجابون على الرغم إن أنا شايف المباراة مهمة وفرصة كبيرة للجهاز وللعبين لكن مرتبطة بالهدف الأهم وهو تحقيق هدف الوصول لكاس العالم هل ضمان مصر لصدارة مجموعته قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ترجمة لاستعادة منتخب مصر لتوازنه هل منتخب مصر مع أو تحت قيادة كيروش قادر على مواجهة الكبار هل من الممكن إنه الرجل الأكثر إصارة للجدل على الرغم من إنه الفترة يتولى فيها المسئولية قصيرة إلى حد الماء قادر إنه يصحح الأخطاء قادر إنه يعيد الشخصية والهوية لمنتخب مصر كل دي أسئلة بتدور في أزهان الجماهير الجماهير الكرار المصرية وبالتأكيد هتراح على ضيف النهاردة واحد من النجوم الكرار المصرية ومن نجومنا دي الأهل كابتن أسامة عرابي أهلا بك كابتن أسامة ننورنا دايماً في السابسة أهلا وسلام بك يا أستاذ أحمد وأهلا بس شادي تلت محطات كانوا مهمين في مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم أو في المرحلة دي من تصفيات كاس العالم هل بانت من وجهة نظرك قدرات كارلوس كيروش اللي بيقود المنتخب الوطني لا طبعا ما داشت تقول إن إمكانياته بانت في التلات ماتشات دولت لأن التلات ماتشات ليهم ظروفهم يعني إمكان أنا كنت معك هنا في السادسة قبل كده قبل التصفيات وقلت لك إن المنتخب المصر هيوصل واللي هيقاوح مع ممكن الجابون أو أنجولا ولكن ليبيا كانت مفاجأة في مكسابها الماتشين الأوليين ولكن كنت متأكد إن احنا هنعدي الخطوة سواء كيروش كان موجود أو كابتل حسام البدري موجود أنا كنت متأكد إن احنا هنعدي أول مجموعة يعني ده السؤال السهل والسؤال الصعب لسه مجيش ها يعني أنا كنت متأكد إنه مصر بالمستوى الفني للعبين بتكوينة منتخب مصر بخبراتهم بكل حاجة إنه هيعده حتى لو الأداء مش مقنع فميستر كارلوس كيروش جيف وقت بعد كابتل حسام البدري خلي بالك أي مدير فني بييجي في الفترة الأولانية بتبقى فيه دوافع للعيبة إنه عايزة تثبت المدير الفني الوضع اللي أنت كنت فيه في الماتشين بتواليبيا إنك أنت تخرج لو خسرت ماتش فيهم ممكن تخرج من التصفيات خالص ددت برضو دوافع فأنت قدت الماتش الأولاني ما كانش كويس أو بس كسبت الماتش الثاني هو الأفضل اللي هو كسبنا فيه تلاتة وقدنا بشكل كويس لكن برضو ما تقدرش تقول إنه وصلنا للشكل الأمثل للمنتخب المصري والحكم النهائي لمستر كيروش مستر كيروش طبعا سيفي كبير جدا وكل اللي فات ما نقدرش نتكلم فيه يعني كل اللي فات في تاريخه ما نقدرش نتكلم عليه راجل مدرب كبير لكن لسه ما تقدرش تقول إنه هو ده المنتخب اللي أنت تتطمن له إنه يوصل بنسبة 90% للنائيات في ماتش الأخير بتاع أنجولا الشوت الأولى يكونوا عشين قوي الأداء كان سائق جدا باستثناء الخمس دهائي الأخيرة أو السبعة ثمان دهائي الأخيرة اللي عيبة حسد بعد 2-0 إن شكلها بقويحش يعني أوحل غاية لما أنني جاب جون صلاحة عملها له حلو قوي دي دخلتك في المتش الشوت الثاني الأداء تحسن ما فيش شك في كده الأداء تحسن الشوت الثاني ولكن برضو مش بنفس القدر اللي تقدر تقول إنك إنت أداء مميز لكن كنت أفضل كنت أفضل كتير الشوت الأولين كنت وعش جدا وقدرت تتعادل وكان ممكن حتى جات لك بعض الفرص إنك ممكن تخلص فيها لكن كان في مشاكل كتيرة في المتش كان في مشاكل كتيرة هو عدل في بعض التعديلات لما حصل تغيير حمدي فاتحي وكان بلعب الأول عبدالله السعيد والنني والسلية في نص الملعب لما شل عبدالله ونزل حمدي صلح الوضع شوية ابتدى يلعب مقام من هو قدام الديفنس والسلية والنني ابتدى كل واحد فيه ميروح على جنب الأجناب لأن الأجناب كانت مضروبة جدا طبعا أنا قبل ما أتكلم في ماتشا أنجولا مع حضرتك وهتكلم معك طبعا عن مسؤولية الجهاز الفني مش بس مستر كارلوس كيروش كمان جازل معاون كابتن دية وكابتن شوئي عايزك الأول تقولي على مستوى اللعبين أنت كنت واحد مجيلي اللي شارك في تقاهل لكاس عالم طموح اللعب في أن يلعب في كاس العالم مختلف عن كل البطولات أو عن سواء كان بلعب منتخب أو بلعب قندية وإزاي اللعب نفسه يبقى عنده الدافع أنه يقدم أفضل ما عنده عشان يلعب في كاس عالم أنت خط التجربة عشت ده فيه فوارق خلي بالك يعني تعالى بقى مش إحنا اللعب العالميين لما تتكلم مثلا على ميسي تتكلم على كريستيان وتتكلم على محمد صلاح طبعا بس نحن نتكلم على محمد صلاح مصر نحن نتكلم على حتى الأوروبيين أو أمريكا شوف وسل لإيه ولكن كل واحد فيهم بها تأمنى أنت شفت حزن كريستيان ومبارح بعد الهزيمة من صير بيعمل إزاي هو كريستيان ونقص لعب يعني كريستيان ونقص لعب ونقص نجومية ونقص تحقيق إنجازات ولكن كلمة كاس عالم دي أنه ممكن يخرج ما يروحش كاس عالم مؤثر فيه جدا بينة جدا بعد الماتش وعدة على الأرض بينة جدا فلعب مهما وصل المستوى بيتمنى لأنها دي الكريزة بتاعة كرة القدم في العالم الكاس العالم أعلى مسابقة في العالم ومليارات من المشاهدين بيشوفوها صحيح فيه بطولات كتيرة مهمة طبعا زي بطولة أوروبا سواء أمم أو أندية برضو أسيا إفريقيا أمريكا الجنوبية البرتدورس والحاجات دي أو البطولة أمم لكن في النهاية كاس العالم هو الكريزة بتاعة فكل واحد بيبقى يا تمن فلازم يبقى فيه طموح كبير من اللاعب الشخصي دعي خليني أسأل التشكيلة الأساسية يعني النهاردة تقدر تقول في تشكيلة منتخب مصر فيه 15 اسم 18 اسم يعني ممكن يكون هم القوامل أساسي زيد عليهم يقل عنهم بس هم دول تقدر تقول اللي هتران عليهم في مشوارة وصول للكاس العالم هل شايف أنه عندهم إمكانية أنه يوصلوا بينا للكاس العالم ولا ده مرتبط بعامل تانية منها مثلا على سبيل المثال اسم المنتخب اللي هنقابله في مارس اللي جاي هم عندهم إمكانيات خلي بالك المنتخب المصري يعني عندهم كنا يتبصار في النظر عن اسم المنافق ولا ده مرتبط بأن احنا نقابل منتخب يسهل لنا المشروع. لا الاثنين. أولا الفريق منتخب مصر لازم تعرف ان مصر لما بتتحط في بطولة فهي من مرشحين. يعني انت بتجي تتكلم في كاس العالم مثلا. لما بتجي تحط البرازيل تجي تحط ألمانيا. فيه فرق رايحة زي هنا في إفريقيا مصر تونس المغرب الجزائر كاميرون نيجيريا. فيه سبع تمن وتقريبا فيه ستة منهم وصلوا والثلاثة والأربعة تانين هيوصلوا. لهم مهما كان مستوى لعبتهم ومستوى برضهم بيبقوا من المرشحين. في صحيح في عامل بقى أخرى جنب الموضوع ده. لكن أساسا انت بتاريخك بإمكانياتك بتراكم الخبرات اللي عند اللعبة كل ده موجود. انت فترات سابقة كان المنتخب بتاعك قال كتير بعد الجيل الزهبي اللي هو بتاع أبو تريك وبركاته وإعماده وعمر زاكي والمجموعة دي. لهم مخدوا تلات دورات وحظوهم وعش انه مورحوش كاس عالا. انت هبطت كتير لانه فيهم كتير يعتزلوا في وقت واحد او بسرعة وارا بعد في خلال سنتين تلاتة كلهم كانوا تقريبا خلصوا. فانت تهزت كتير قوي. انا شايف ان المنتخب ابتدى يرجع شوية بالعناصر اللي بقت فيها يعني ايه ابتدت المراكز تتملي. بعد المراكز لسه لكن فيه اماكن متطمن انت فيها. يعني حراسة المرمة عندكش مشكلة فيها خالص. الشناوي وابو جبل وغيرهم حتى لبعديهم. خلاص يعني عندكش قلق. عندك تقلي في المكان ده. ما تجي الخط الامامي. ما تتكلم على صلاح. ما تتكلم على شريف. ما تتكلم على مصطفى محمد. ما تتكلم على حتى مرموش رغم انه لعب مطشين بس ليبيا. صحيح ومش حكم انهاي عليه. لكن العيب كويس وواعد. وعندك تنزيجي وعندك رمضان صبح. وتنزيجي وزيزو. وعندك برضو الخط الامامي مكتمل. ما تتدارش تقول كان فيه فترات سابقة انت مش لاقي راس حرب تلعب بيه. منتخب مصطفى سنتين تلاتة قاعد يتخبط مش لاقي حد يلعب بيه. نص الملعب الى حد كبير برضو في عناصر تجمع بين الخبرة والشباب زي حمد السلية طارق النني افشا وغيرهم يعني كتير. هي مشكلة شوية فيه حتى الان في الباكين والسردباك مش مليانين بالدرجة يعني هم كويسين والعب هيلين سواء ناحية الجنب اليمين او الجنب الشمال. ولكن لسه ما وصلتش لمرحلة انك انت متطمت بنسبة 100% يعني. تكون على اربعة بتوع خط الظهر. لا عمتا. اه خط الظهر عمتا لسه وتنظيمة الدفاع حتى بانت اول ماتش اللي فات لو فيه عناصر ما لعبتش هيبقى فيه مشاكل هيبقى فيه مشاكل كبيرة. اه انت متوقع مكرا فيه مشاكل تزعل في ماتش الجبون. لا ماشي الجبون انت وصلت فالنفسية الععبة انت مش مضغوط تحت النقطة. فالفرق يعني الموضوع كان يختلف قوي وانت بتلعب وانت واصل خلاص. فالعب بيبقى مرتاح نفسيا فممكن. لكن لو انت محطوط تحت ضغط انك انت لو اتغلبت زي دلوقتي بوركينا بس والجزائر ما يجي نتكلم عن الجزائر رغم ان الجزائر اخذ امم اوروبا امم افريقيا الاخيرة ومصنف رابع في الترتيب الافريقي ومن احسن المنتخبات دلوقتي مهدد حتى الان. صحيح جزائر ونيجيريا وتونس انا يعني جبت مثل المنتخب الجزائري واحد من كل بورو في فرق كتير اوي هو بلعب بوركينا فاس وهو وصل خلاص. في فرق انه هو عنده احتمال رغم انه بلعب في الجزائر بس فيه نسبة احتمال ان شاء الله عشرة في المئة انه ممكن يخرج بس انا عايز اقف مع نفس النقطة الحاجة بتتكلم عليها المراكز والعيبة والخبرة والان وجيل الصغير صلاح اللي كان في يوم الاهم صغير والحجاز اللي كان صغير والنني اللي كان صغير احنا بنتكلم على العيبة كبيرة النهاردة واصحاب خبرة ومشوار وتقل يعني الناس حاسها كابتن اسامة انه فرديا منتخب مصر تقيل اوي والعناصر اللي فيه محترمة جدا جدا جماعيا مفيش ترجمة للتقل ده مع اي جهاز فني انا مش بكلم بس عن ميستر كيروش ولا على كابتن حسام انا بكلم على خمس ست اجهزة تولوا مسؤولية المنتخب مش قدر المنتخب يدوب الاسماء دي والامكانات دي ويرجع الشخصية مرة تانية مظبوط انت كلامك مظبوط بس فيه حاجة انا قلتلك بعد الجيل الكبير اللي هو بتاع الفين وعشرة نهايته ولعبه مثلا سنة بعدها ولا حاجة حصل هبوط حتى مش بس جماعيا بيجي من امكانيات فردية الاول الامكانيات الفردية بتاعت اللعيبة اللي كانت موجودة مكانش تسمح بمنتخب تقيل اوي زي ما انت قلت كان لسه صلاح صغير لسه حجاز صغير لسه انني صغير لسه الترزيجي كان ورمضان والمجموعة دي كانوا لسه منتخب لسه بيبتدوا انت دلوقتي ابتدى التكوين يبقى فيه يعني فيه بقت المجموعة الاولانية بقت عندها خبرات كبيرة زي صلاح وحجازي والمجموعة دي مجموعة ترزيجي ورمضان دولت خدوا خبرات مع المنتخب الالومبي ودخلوا اخيرا المجموعة الاخيرة اللي هي دخلت اللي هي اكرم توفيق وابو الفتوح او عمر مربوش فانت عندك فعلا عناصر بس لسه جماعيا حتى الان ما وصلت ازاي ما انت بتقول للنقطة اللي انت تقول انا متطمن ان عندي فريق قوي جدا انا عندي فرقة محترمة اه لكن لسه ما وصلتش للتقل الكبير انك انت تبقى قاعد وانت متطمن انك انت كسبان تستفيد ازاي من فرصة زي مباراة الجابون مفهاش ضغوط تقريبا تأهلت خلاص او تصدرت مجموعتك بصرف نظر على تيكة المباراة مباراة على ارضك مع منتخب يعني متوسط المستوى ايه الحاجات اللي تشتغل عليها وتلعب المباراة دي ازاي بص هو يعني المدربين هيبقوا مجموعتين في الموضوع ده في واحد هيقول انا هسبت التشكيل الاساسي وانا مع المدرسة دي وهلعب بس بالناس اللي هي عندها مشكلة اللي هي مستبعدة زي واحد مصاب زي عبدالله مثلا زي عبدالله اكرم توفيق عنده انذارين احمد فتوح موقفه لسه اصابة يعني نقصد اذا كان حد هيطلع للاصابة او حد موقوف يعني التغيير يبقى في قديق الحدود دي وجهة نظر انا الشخصية فيه ناس تانية تقولك الماتش مالوش اهمية يعني كبيرة فانا ممكن العب غار تمانية تسعة او عشرة او غار الحداشر كلهم انا انا مش مع المدرسة دي لسببين من وجهة نظري السبب الاولاني انك انت بتقلل فرصة اللعيب اللي يلعب جديد انه كلهم يبقوا جدد مع بعض ممكن تحصل صحيح يبقى عندهم حماس وصحيح يبقى عندهم اصرار انه يثبتوا نفسهم قدام كروش انه انا ما استحقق البس الفانيلا ولكن لما هيبقى التغيير كبير اوي يعني هتغير في عنصرين تلاتة ماشي اربعة ماشي على الاكثر لكن لو بقى تخش في تغير تسع العيبة مثلا او انا مش مع طيب خلينا اسألك كمان على العلاقة بين ميستر كيروش وبين جهازه المعاون والدور المفترض انه الجهاز المعاون لي يقوم به عشان يقرب المسافات وخلينا نتخطى العقبات اللي قدام المنتخب في الفترة اللي جاي خلينا اسمع رأيك في ده بس بعد ما نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا ونجمنا في ايه السادسة كابتن اسامة عربي اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية طيب قبل ما اكمل كلامي مع كابتن اسامة عربي خلينا كابتن اسامة احنا كنا في بداية الحلقة طلبنا للناس تتوقعنا تكتل مباراة بكرا ان شاء الله مصر جابون ويقولولنا كده سكور كايم ومين ممكن يكون هيسجل اهداف تعالى نستعرض جزء من اجابات الناس ناس متفقلة الى حد كبير حسب ما بلغوني يعني نبتدي مع احمد سعيد ان شاء الله مصر تفوس 50 محمد شريف صلاح احمد فتحي واحجازي وان شاء الله هم دول هجيبوا الاجوال وبرنامج السادسة اكيدة يفتكر التوقعي لان ده بيتنا كلنا بيت النادي الاهلي طبعا اهلا وسهلا بيكم طبعا يسعدنا دايما متابعتكم لينا محمود نجم بيقول 30 مصطفى فتحي ريان والسلية حسام توركي اتنين واحد لمصر مصطفى السيد باسيوني 30 ان شاء الله شريف صلاح السلية ان شاء الله تلاتة واحد لمصر ده سامح موافية محمد مش واخد بني من الاسم قوي بس محمد بيقول 30 مصر شريف وصلاح ومصطفى محمد محمد رفعب بيقول 40 شريف وافشة وصلاح ده لو افشة ليعب بكرة اماني زدان بتقول 30 مصر صلاح وافشة وشريف من وجهة نظرك افشة مرشح ياخد فرصة في مطش بكرة لا اصلا انا مقدرش اقول انا مش المدير الفني هو المعسكر الاولاني ما اضمهوش رقم الناس كلها تنادي انه يضم المعسكر التاني هو ضمه ما شاركش خالص في مطشة انجولا فانا مقدرش اخش جوا دماغي المدير الفني دلوقتي عبدالله السعيد مستبعد او يعني راح ماشي للاصابة هو ضم كناريا على خلفية استبعاد عبدالله السعيد ماشي بس هو كناريا ما احترمنا لسه ملعبش مطشات دولية خالص لسه عنصر جديد يعني الطبيعي اختياراته بالنسبة لك مقنعة ليها منطق او ليها فلسفة من وجهة نظرك اكيد ليها فلسفة موجود مدرب بحجم كيروش بس انا ممكن اختلف معه يعني اولا هو معه جهاز قوي كابتن ضيال السعيد عنده خبرات كبيرة جدا واشتغل مع برادلي واشتغل في اندية كتيرة واشتغل في نادي الاهلي محمد شوق طبعا خبرة كبيرة ولعيب دولي كبير وعنده اشتغل كتير عصام الحضري نفس الشيء خبرات غير عادية فجهاز قوي جدا انت كنت سألتني سؤال بس قبل ما ارجع على اختيارات كيروش ايه دور الجهاز المعاون الجهاز المعاون هو الناس لازم تفرق عشان انا برضا الناس بتقابلني في الشارع وبتسألني نفس السؤال مش من دور الجهاز الفني انه يكبر المعاون انه يكبر المدير الفني انه ياخد فلان ومعاون انا جاي معاك لان انا انا اشتغلت مدير فني الواحدي واشتغلت رقم اثنين واشتغلت في بدايتي رقم ثلاثة فانا عارف ادوار كل واحد ايه تمام لازم يكون قلبك على المكان ده طبيعي وانا متأكد انه قلبك على المكان لازم تقول رأيك بكل قوة انا متأكد انه اكيد بقوله رأيون بكل قوة لكن ما عنديش اجبار انه ان انا افرد بالعافية رأيه على المدير الفني وإلا المدير الفني جاي ليه يعني انا دلوقتي مثلا قلت المستر كيروش او انا فلان الفلاني ده لازم ينضم ولازم يلعب خلاص قلت له مرة واثنين وثلاثة وهو مصمم انه لا فلان ده ما يجيش او مش هيلعب انا مش هروح اتخلي معاه واطلع اقول في السوشيال ميديا واعمل مشكلة جوه الجهاز لان انا مش رأيي انا لا هتحاسب رقم واحد المدير الفني فكل مكان كل بوزيشن ليه ادوار يبقى لازم كل واحد بيشتغل فاهم القصة دي ولازم الجمهور يبقى فاهم القصة دي ولازم الاعلام يبقى فاهم القصة دي لان انا بتواجه بالموضوع ده ان يقولك لا دور الجهاز ببقى موجود وقوة بس مقدرش اجبر مش جبر بص تملي المدربين الاجانب انا اقولك عن تجارب كتيرة اول ما بيجي سواء هو جاي حاطت في دماؤه كده منتخب ولا نادي نادي او منتخب لا اقولك بس سواء نادي او منتخب انا بكلم على المدرب الفني الاوروبي المدير الفني الاوروبي هو جاي متوقف فاكر ان هو جاي من اوروبا ده يعني الناس المصريين دول مش عارفين حاجة هو فاهم كده او في ناس بتفهمه كده او في ناس بتفهمه كده للأسف في ناس اللي يقولك يعني ما تعملش قوي برأي المساعدين بتوعك هو بيبقى عنده جاي ناس مين يا كابتن اسامة يعني ناس مين يعني ناس مسؤولين عن الكرة في مصر انا مش بكلم على الموقف ده تحديد انا بقولك على اي مدير فني انا مش بكلم على هو مين اللي بيكلم مع اي مدير فني جاي مصر مين اللي هكلم فيه بيبقى ليه ناس عيون هنا ناس بتاع ناس من حد اصلاحنا بقى واجهنا الحاجات دي احنا اشتغلين مساعدين فانا بقولك المدير الفني الاوروبي متخيل ان هو الناس دي لا الناس دي عندها خبرات كبيرة والناس دي لعبت على مستويات كبيرة والناس دي لعبت مع مداربين كبار والناس دي لعبت مع مدارس اوروبية كتير والناس دي اشتغلت في المنتخبات وشتغلت عندها خبرات وعندها رأي وعندها وممكن يكون احيانا اقوى من رأي المدير الفني يعني احيانا فهو الفكرة انه بيجيب ببقى متشبس قوي بوجهة نظره. لكن هو لما هيسمع. أنا بقولك عن تجارب. هيبتدي يسمع. وهيجي يقول الموقف ده فلان ده قال لي وطلع كلامه صح. بعدين يسمع ويحس كده. وحدة في وحدة هتلاقيه خد ثقة في الجهاز قوي. وبقى يعني انسجم معهم وما عندوش قضية. لأن أنا بقولك عشناها وشفتها. يعني. فده طبيعي. انه هو جاي متخيل انه هو بعيد خالص عن. لا دي مش حقيق. فده نقطة أنا عن نفس عابلتها. الجهاز المعاون جهاز قوي. واكيد بيقول رأيه. واكيد. ولكن مش من واجبهم انه بالعافية يفرض رأيه على العشان دي دخلة في مفاهيم. مش بس بكلم عن المتخدم. بكلم على حتى الاندية. حتى الاندية. لو واحد بيشتغل مساعد. تمام. أنا هكلمك دلوقتي كجمهور. يعني مع كامل التأدير والإحترام. انت شايف ازاي اختيارات الرجل. يعني. 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 وإيه دور الجهاز الفني. فإنه. لأنه راجل مش شايف. يعني. مهما تابع. شايف كم مطش في الدولة. وهو. لعب كام مطش مع المنتخب. وهو الراجل مش شايف. دي حياتي. فالحتة دي بتهالي جزء أصيل ومسؤولية كبيرة للجهاز المعاون. ماشي. ما أنا قلت لك الجهاز المعاون. أكيد. أنا بقول لك عن قناعة. أكيد بيقولوا على حاجات. أكيد بيأخذ ببعضها. وأكيد بيمتنع عن بعضها من وجهة نظر. فهتعمل له إيه. خلاص. يبقى أنت مش هترضى بدورك. أو هتعمل مشاكل داخل الجهاز. يبقى أنت. لأنك أنت مش المحاسب الأول. شكرا جزيلا يعني. يتقال لك شكرا جزيلا. طبيعي. طبيعي. أنا دلوقت لو أنا مسؤول. أنا لو أنا. رئيس نادي. أو رئيس. أو رئيس تحاد الكورة أو كذا أو كذا. وجل المدير الفني قال لي. ده والله المساعد بتاعي عملي مشاكل على طول. وبالعافية عايز يفرد رأيه. فيه فرق من ما أنا أصمم على رأيي. وبقوله. وفيه فرق من أنا عايز أجبر المدير الفني بالعافية. دي فرق كبير أوه. عشان الناس تبقى فهمة الموضوع. يعني دي نقطة مهمة جدا. الاختيارات. نحن نجي تكلم عن الاختيارات. الاختيارات أنا قلت لك. منتخب مصر لو جي كيروش. لو جي أي مدارب مصري في الماسك. لو جي ناقد. لو جي مديرفني أجنابي تاني. فيه حوالي 17-18 اسم. هتلاقي الناس كلها غالبا. متفقة عليه. أو 20 اسم. هتلاقي الناس متفقة عليه. هتلاقي بقى فيه. لو هو بياخد مثلا 27-28. هتلاقي 7 لعيبة 5 لعيبة. هتلاقي بقى يبتديت الأراء. يروحه ييجي. يعني أنت هتيجي تقول مثلا للناس. أبو جبل مش هيروح. محمد صلاح مش هيروح. مستفى محمد وشريف مش هيروح. لا يعني. فيه عناصر سلية ومثلا وأكرم توفيه. يعني فيه عناصر الناس كلها مش هيبقى عندها مشاكل. هي الفكرة أنك أنت. وأنا تملي بقول للموضوع ده. لو فيه مدير فني. مسك منتخب. ومدير فني آخر. جم. وغير. مثلا بياخد 25 لعيبة. وجي غير فيه أكتر من تمانية مثلا. أكيد واحد فيهم مش عارف حاجة. أكيد واحد فيهم مش عارف حاجة. مش ممكن. معهم مش ممكن. أنا يعني من الحسل أي واحد يعني جاي. من حسل خبراته أو من حسل بداء أنه هيبقى مختلف معك في 10 أو 15 لعيبة. مش ممكن. ففيه قوام للمنتخب موجود. وحتى هو على فكرة لما جي غير الفترة الأخيرة. هو فيه ناس أساسية ومهمة. زي طريق حامد. زي زيزو. زي رمضان صبحي. زي ما كانت المرة أونية أبشا. وشريف. وصفة فتحي. والناس اتكلمت عليها. ماشي. لكن هو في القوام الأساسي اللي لعب به مطشين ليبيا. هم هم اللي خده. يعني أكرم وأبو الفتوح والوينش والشنوي وأبو جبل اللي لعبه يعني. وعمر السلية والنيني وعبدالله السعيد وصلاح ومصطفى محمد. وبس أولد صب كان مرموش. يعني وكان جديد بالنسبة لنا. هتلاقي برضو فيه 15-16 اللي لعب معه مغير هم. شواء ممكن نكون نختلفين معنا في الأسامي دي. فهو حتى الآن اختياراته أحيانا ممكن عشان هو لسه جديد. أولا عايز يدخل عناصر جديدة. يعني مش مسموعة لزي ما عمل دلوقتي مع مرموش. أو ما عمل دلوقتي بيعمل مع كناريا. أو عمل مع آخرين كان عايز يستدعيهم. ياسين بنك الأهلي برضو مع عناصر. ياسين بنك الأهلي هو ابتدى يشوف. ماشي. ده من حقه وطبيعي أن أي مدير فني هيجي يحاول يدخل بعض العناصر الجديدة. سواء هو رؤيته الفنان هم كويسين أوي. أو هو عايز يعمل جل يعني يدخل عناصر تدعم الجيل. ده طبيعي. ولكن أنا بس استغربت. إنه في معسكرين المعسكر أولا غير منه 8 لاعبين عن المعسكر التانية أو التسعة. كانت كتيرة. وبعدين علامة استفان برضو. واحد زي رمضان صبحي. لعب ماتش ليبيا التاني. وجاب جون. جيل في الماتش التاني. مرموش مش موجود وما خدش رمضان صبحي. برضو دي. هل حاجة حصلت في المعسكر والناس مش عارفها؟ ولا هي حاجة فنية؟ نفس الشيء طاري أزيزو. في أسماء تستحق تكون موجودة مع منتخب مصر الفترة اللي جاية لم يتم استدعاقها للانضمام للمتخب كابتن أسامة؟ أنا بالنسبة لي أول ثلاثة اللي هم استبعدوا دولا. اللي هو رمضان صبحي وزيزو مطاري. دول أول ناس. في أسماء شايف أنها تستحق تاخد فرصة من دلوقتي. إذا كنا هنوصل كاس عالم أنها تبقى موجودة في صف المنتخب. أصلي تغيرت لما توصل كاس عالم فيه حاجاتها تتغير. لكن أنت بتتكلم في المرحلة دي. لكن أنت بتتكلم على المطش النهائي لسه في شهر ثلاثة. ولسه البطولة نفسها ففي أمور بتتغير. لكن برضو هتلاقي تغيرت في ثلاث لعيبة في أربع لعيبة. لكن مش هتتتغير في. آه أو لا. منتخب مصر قادر على التأهل لكاس العالم أين كان اسم الفريق المنافس؟ لا بص ما معلش دي درجات. لا مش آه أو لا. بص ما فيش شك. ما فيهاش رماضي دي يا كفر. لا لا مش ما فيهاش رماضي دي مش رماضي. يا بيها دي أسود. لا مش يا بيها دي أسود. لا لا. لأس أنت مش قليل. خلي بالك أنا أتكلم كده ليه. ما فيش شك أنه لما تيجي تقول أعايز أبعد عن المستوى الأول. الجزائر السنغال تونس المغرب نيجيريا. يبقى غير قادر يا كفر. لا مش غير قادر. خلي بالك أنت لو روحت سألت المنتخب الجزائري نفسه أو السنغالي وقلت له أنت تلاعب مصر ولا تلاعب مثلا بنين مثلا غانا ولا هقولك لا مش عايز ألاعب مصر. يعني هما نفسهم اللي هما رقم ما تذكرش أن مصر قليلة. فيه فرق بين. متأكد بالأكس. لا أبتكلم على المنتخب مش بكلم على مصر كمصر. أنا أبتكلم على فرقة الكورة. مصر كبيرة في الكورة في إفريقيا خلي بالك مهما كان مستوها المنتخبات بتقلق منها. الناس دي الناس مش فاهمة كده. يعني المنتخب جزائر. هي الناس فاهمة ده إحنا اللي مش فاهمين ده. يعني انت حطيت إيدك على المشكلة. يعني كل الناس بتعمل اعتبار كبير جدا منتخب مصري. وإحنا مش مقدارين إيبادهم. بس أبحك. لا أنا عايز أقول يا أحمد. إن فيه فرق بين حالتك دلوقتي. وإن حتى بحالتك دي المنتخبات الكبيرة زي ما أنت ما تتمناش تقبلها. هما ما يتمناش تقبلون. أنا الناس بتتفرج على مستوى منتخب مصر قدام أنجولا. بتفرج على مستوى مصر قدام الجابون. بتفرج عليه قدام ليبيا. أنا مش بدافع. بأنا بقول لك إحنا مستوى أنا قلت لك مستوى أنا مرضي. أنا قلت لك مستوى مش مرضي. بس إنت أوع تتخيل إن المنتخب التونس. هيقول لك مثلا في القرعة. أنا نسأل ده منتخب أو الجزائري. عايز ألعب من تأكد من ده. بس. فطبعا إنك إنت تتمنى أنك تبعد عن الخمسة الأوائل. طبعا ده تتمنها. يعني ده طبيعي. ده يخوفني أكتر. لا أقول لك ليه. لأنك إنت لما هتخش في مستوى قوي قوي زي الجزائر. وكمان فيه بزياد شمال إفريقيا. بيبقى فيه حتة العصبية غير الكورة كمان. الفرص هتدي. لكن لما تيجي تتلعب منتخبات. أقل الفرص تحتك هتدي على ده طبيعي. عشان وقتي مهم جدا أسمع رسائل كابتن قسامة عربي. نبتدي مع بعض بأول صورة. رسالتك لكابتن دياء السيد. كابتن دياء مضارب كبير. وتمنى له التوفيق. وأكيد أنا متأكد أنه هو بيقول رأيه بكل قوة مع مستر كيروش. وخليه ماشي زي ما هو. وربنا يوفقه إن شاء الله. نروح للصورة اللي بعدها. كابتن سيد عبد الحفيز؟ طبعا أولا زابلته لاعب. وعيشت معاه وأنا مدرب. وهو مدير الكورة من الشخصات الجميلة جدا. وراجل مالي مركزه. بقاله فترة وبالتوفيق إن شاء الله. رسالتك ليه لو تحب توجيه له رسالة؟ لا أقوله امشي بنفس الخطوات. وخليه مركز في شغله. والمهم النتائج هي اللي بتتكلم يعني. طمعا. أكرم توفيق. من أكتر اللعبة اللي أضافت للنادي الأهلي والكورة المصرية. واعد جدا. شخصية قوية جدا. أنا من جواب أتمنى إنه لعبة كتير تبقى بنفس الشخصية دي. ونفس الروح دي ونفس القوة دي ونفس الأداء ده. رغم إنه هو عايز يكتسب حاجات. وأنا أعتقد دي هيكتسبها بالوقت. لعب في نص بلعب كان هايل. لما لعب بكرايت ملا ما كانوا في النادي الأهلي والمنتخب. لكن أكيد الخبرات هتزودوا كمان حاجات أكتر. وبس هو بس فيه لحظات. ومعناها ميزة. بس أحيانا تبقى عايب. هو قوي جدا في الانقضاضات. وواحد الدواح والتحامات. بس أحيانا للاندفاع الزيادة بيكلفوا شوية. تهي دي بس اللي أنه هو يعني. بعد أكرم عندنا استر ياسين منصور. طبعا. يعني رجل من أجمل الشخصيات اللي قبلتها في النادي الأهلي. سواء كان عوض مجلس إدارة أو على المستوى الشخصي. يعني رجل محترم جدا. يعني مكانته كمان يعني ورئيس شركة نادي الأهلي كورت القدم طبعا. أكيد هيتطور فيها لأنه واحد من أكبر رجال. عشان كده هنحطين الرسالة مهمة جدا. يعني واحد من أكبر رجال الاقتصاد في مص. وعقلية كبيرة وراجل محترم يعني. إرسالتك لي أول ما تبتدي الشركة. وأعتقد جماهير نادي الأهلي كلها مستنية شركة الأهلي كورت القدم يعني. رسالة أكيد هنقول تدعمات قوية. والنادي الأهلي يعني يحافظ على مكانه ويزيد كمان في يتطور أكتر يعني. إن شاء الله. حسام حسن. حسام حسن لعيب كويس ومهاجم مهم. أقول له لازم تدوس على نفسك أكتر لأن تشيرت النادي الأهلي مش سهل. يعني فلازم يعني يستغل كل فرصة تجيله. مش فرصة يعني أصدت فرصة التسجيل فرصة لعب سواء وقت قليل أو وقت كبير أو ماتش ودي. وأتمنى له التوفيق مع فرصة النادي يعني. آخر صورة معنا. كابتل محمد عادل. محمد عادل. أنا من وجهة نظر الشخصية أنه قدر الماتش بشكل كويس. وكان مجيد باستثناء هو يعني التصريح اللي قاله ما عجبنيش على المستوى الشخصي. لأنه يمكن هو كان عايز يفسرها بطريقة معينة. لكن ما فيش حاجة اسمها أنه أنا أحتوي الفريق المنافس عشان النتيجة ما تزدش. هو ما قالهش بالنتيجة ما تزدش بس هي اتفهمت عند الناس كده. شرفت ونوارت كابتن وسام. شكرك شكرا جزيلا وجدك معنا في السادسة النهاردة. أنا وسام. أشكر حضراتكم على المتابعة وعلى خير إن شاء الله نتقابل في نفس المعد على شاشة النادي الأهلي. تحياتي لحضراتكم. تحياتي لحضراتكم.